ثمانية واربعون ساعة أنهت الجولة الثانية من مفاوضات الأردن القاضية بفتح الطرقات أمام المدنيين في تاعز وعدد من المحافظات وقد أصدر الفريق الحكومي بيانا أكد فيه ابتداء الحوثيين طريقا بديلة إلى تاعز والعمل بشكل أحادي دونما الاستجابة لمطالب الهدنة القاضية بفتح الطرقات الرسمية الفريق الحكومي انسحب من مفاوضات الأردن وسبب هذا الانسحاب بانتظار قبول الحوثيين بمقترح المبعوث الأممي الذي جزأ ملف حصار تاعز إلى فتح ثلاث طرق رئيسية إلى المدينة دونما شق طرقات مستحدثة أو تلعب بملف القضية المقترح الأممي قضى بفتح الحوثيين لطريق الحوبان الرابطة بتبات سوفتيل ومن ثم إلى المدينة والطريق الثاني يقضي بأن يفتح الحوثيون طريق الستين والذي يربطه بمنطقة عصيفرة والمقترح الأخير للمبعوث الأممي فرض فتح طريق الخمسين الرابط بمصنع السمن والصابون هذا وقد تحجج الحوثيون بأن عدم فتحهم للطرق الرئيسية هو بسبب عدم وجود خرائط الألغام التي فخخوا بها مداخل المدينة الستة وهو العذر الذي يراه مراقبون مهربا قريبا للحوثيين من التزاماتهم تجاه الهدنة الإنسانية السارية في البلاد والسمرار حصارهم لتعز تحت غطاء أممي وبضرائع واهية وفي الوقت الذي انسحب فيه الوفد الحكومي من مفاضة الأردن أعلن المبعوث الأممي عن اختراق جديد في الملف العسكري باجتماع لجنة التنسيق القاضية بتشكيل فريق من الطرفين للإبلاغ بالخروقات العسكرية في الجبهات المتفرقة الهادفة لتخفيض الصراع يظهر أن الأمم المتحدة تحاول قدر الإمكان أن تستغل مفاوضات الأردن لفتح أكبر قدر من الملفات واعتبارها إنجازات دون موضعها على قائمة الالتزامات أو تراعي تطبيقها على الأرض وهو الأمر الذي يشيب أن هناك فصلا جديدا من الصراع ومجرد حلول يتم بناؤها حاليا على قاعدة هشة دون مفائدة